السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي و كتاب كتابنا النهاردة اسمه Solving the Procrastination Puzzle وده من افضل الكتب اللي نقشت مشكلة التصويف بالرغم من انه كتاب حجمه صغير الكتاب تقريبا مية وعشرين صفحة وفي الحقيقة ده قرار صائب جدا من المؤلف لانك لو عاوز تقلف كتاب يقراء اللي عنده مشكلة التصويف فيفضل يكون الكتاب ده عدد صفحاته قليل اخترت من الكتاب بعض الافكار المهمة اتمنى تكون مفيدة اول فكرة معنا النهاردة تحت اسم لغز التصويف مبدئيا خلينا نتفق على تعريف واضح للتصويف التصويف هو تأجيل غير مبرر لانجاز عمل معين بالرغم من معرفة ان هذا التأجيل له اضرار سواء على مستوى العمل نفسه او على المستوى المادي والنفسي للشخص الذي يقوم بالتأجيل انك تأجل عمل انت عندك القدرة والوقت الانجازه بدون ما يكون فيه داعي او مبرر حقيقي للتأجيل ده سواء الشعور او الحالة النفسية اتجاه العمل ومع التأجيل طبعا بيقل الوقت المتاح لتنفيذ العمل وبالتالي ده بيأثر على جودة العمل ده لو تم من الاساس التصويف مشكلة عند كل البشر تقريبا لكن طبعا فيه فرق كبير جدا بين شخص يسوف بنسبة 10% وشخص يسوف بنسبة 90% وطبعا عشان كده فينا كحين وفشلين لكن بالرغم من ان التسويف مشكلة عامة تقريبا باختلاف النسبة زي ما قلنا لكنه بيعتبر لغز مجهول الاسباب والحلول عند معظم الناس ايه اللي يخليك تأجل وتتجنب شغل مهم لفترة طويلة رغم علمك باهميته واضرار تأجيله وازاي فجأة بعد فترة طويلة من التسويف وعدم القدرة على العمل بنقدر نضغط نفسنا وننجز قدر كبير من الشغل في وقت قصير عادة طبعا ما بيكون على حساب جودة العمل وعلى حساب الحالة النفسية والجسدية هنحاول نحل اللغز ده في الافكار الجاية من الكتاب تاني فكرة معانا النهاردة تحت عنوان اسباب التسويف فيه خاصيتين في طبع البشر عموما يكمن فيهم فهم لغز التسويف الأولى بنسميها الرغبة في الإشباع الفوري وهي رغبة الإنسان في الحصول على عائد فوري مستحب للفعل اللي بيعمله والمقصود بالعائد المستحب هنا أي حاجة بيحبها الإنسان من أول الطعم المسكر للحلويات مرورا بلايكات الفيسبوك أو الشعور بالإنجاز أو التشجيع وإعجاب الآخرين أو طبعا العائد المادي وأحيانا لو بتستمتع بنوعية العمل نفسه بيكون العمل في حد ذاته هو العائد المستحب الإنسان بيكون سهل عليه أن يعمل الحاجات اللي لها عائد سريع مستحب لأن العائد ده بيمثل حافظ للفعل نفسه وكلما كان العمل خالي من عائد مستحب سريع كلما فرصة أنك تسوف وتأجل العمل عادة بتكون أكبر حاجات زي المذاكرة أو ممارسة الرياضة أو العمل على جزء من مشروع كبير عادة ملهاش عائد فوري العائد بتاعها عادة ما بيكون في المستقبل وبالتالي الأعمال دي فرصة التسوف فيها بتكون أكبر بالرغم من أهميتها ثاني خاصية التي تعتبر سبب من أسباب التسويف في طبع البشر هي تجنب الألم الإنسان بطبعه يحاول يتجنب أي عمل ممكن يسبب له أي نوع من الألم والمقصود هنا المعنى العام للألم من أول الإجهاد الزهني مروراً بمشاعر الملل والخوف والفشل وحتى الإجهاد والألم الجسد الذي ممكن تسببه بعض الأمور مثل ممارسة الرياضة مثلاً كلما العمل كان فيه قدر كبير من الألم أين كانوا على الألم ده كلما كانت فرصة أنك تسوف وتماطل أكتر بكثير وعشان تقدر تقاوم الحاجتين دول أنت محتاج يكون عندك قوة إرادة أو يكون عندك حافز حاجة تدفعك للعمل بالرغم من عدم وجود عائد فوري وبالرغم من وجود ألم في العمل نفسه من حسن الحظ أنك حتى لو ما عندك حافز إيجابي يدفعك للعمل فيه حافز تاني بيظهر يخليك تشتغل هو بس عيبه أنه بيظهر متأخر أكبر حافز عند معظم البشر هو الخوف الخوف من الرسوب في الامتحان وما يترتب عليه من خسائر مادية ومعنوية دي كل الأسرة الخوف من تعنيف المدير أو خصم المرتب أو خسارة الوظيفة أو حتى الخوف من الإحراج والظهوب ومظهر الشخص الفاشل أو الذي لا يعتمد عليه تعالوا نحاول نفهم الكلام اللي قلناه ده من خلال مثال ولنفرد أن قدامك عشر أيام لإنجاز عمل معين مذاكرة قبل امتحان تقرير هتقدمه للمدير أو مشروع هتسلمه العميل معين طالما العمل ده مش ممتع في حد ذاته ومفيش عائد لحظة مستحب منه فنفسك مش هتشوف غير مقدار الألم المطلوب لإنجاز العمل وبالتالي غالبا هتبدأ بالتسويف وتهرب من الشغل للحاجات اللي فيها عائد لحظة زي تصفح سوشال ميديا ويوتيوب على سبيل المثال أو أنك تقوم تعمل كوباية شاي بدل اللي بردت أو تستكشف الحاجات الجديدة اللي ممكن تكون ظهرت في التلاجة خلال النص ساعة اللي فادت أيام الانتحانات بعض البنات بيكتشفوا حبهم للمطبخ وغسيل المعين ودي محاولة لتجنب ألم المذاكرة أو في نفس الوقت ألم تعنيف الأسرة المهم أنك بتعمل أي حاجة تانية سواء كانت مفيدة أو لا عشان تتجنب الألم من العمل المطلوب كلما الوقت بيمر وانت لسه ما بدأتش مقدار الألم لتنفيذ العمل ثابت لكن هناك شيئا تانية تريد وينبدأ، وهو مقدار الخوف من عدم إنجاز العمل وأول م مقدار الألم الناتج عن الخوف من العمل يساوي أو يزيد مقدار الألم المطلوب لإنجاز العمل المطلوب منك دي اللحظة اللي بتتوقف فيها عن التسويف وتبدأ في العمل عشان تنقذ نفسك من العواقب الوخيمة للتسويف بعد بدء العمل بيبدأ مقدار الألم المطلوب للتنفيذ العمل يقل ودي اللحظة اللي بتبدأ تكتشف فيها أن الوضع ما كان ب Starbucks shink eğul قلنا انك عشان تقدر تواجه المشكلتين دول اللي اشباع الفوري وتجنب الالم انت محتاج يكون عندك قوة ارادة وحافظ قوي تمكنك من انك تواجه الالم وتصبر على العائد المستقبلي من العمل الامرين دول اللي هم قوة الارادة والحافظ هنتعرض لهم بالتفصيل في كتب قادمة بإذن الله هنا في البرنامج بتاعنا في فيديو نهارده هنحاول نعرض حلول اسهل في التنفيذ على المدى القصير لكن قبل الحلول احنا محتاجين نتكلم بالتفصيل شوية عن مخاطر التسويف تالت فكرة معانا النهارده تحت اسم مخاطر التسويف نقدر نقول ان التسويف له ثلاث مخاطر واحد منها واضح لكن باقي المخاطر مش واضحة اول لمعظم الناس خلينا نبدأ باول واحد التسويف ظلم كبير لنفسك لانه بيخلي انتاجك اقل بكتير من قدراتك من حيث الكم ومن حيث الجودة طبيعي كم وجودة العمل اللي هتقدر تعمله في يومين مش هيكون زي كم وجودة العمل اللي هتقدر تعمله في اسبوع وفي الحياة انت بتحصل على قدر انتاجك الفعلي مش على قدر انتاجك المحتمل محدش يهمه انت كان ممكن تعمل ايه المهم هو انت عملت ايه بالفعل الخطر التاني اللي ممكن ما يكونش واضح لبعض الناس هو ان التسويف بيفسد الراحة كما يفسد العمل قارن بين شعورك وانت رايح تنام في يوم تكون انجزت فيه وعملت اللي عليك وبين شعورك وانت رايح تنام في يوم تاني تكون سوفت فيه وما انجزتش حاجة والشغل اللي عليك النهاردة تأجل لبكرة وبكده تضعف عليك العمل في اليوم الثاني الوقت اللي بتقضيه في التسليع أو الراحة وانت بتصوب في شغل مهم بيكون عادة مخلوط بالقلق وتقنيب الضمير وبعدما وقت الترفيه اللي بييجي بعد الإنجاز بيكون ممتع أكتر وخالي من القلق أو تقنيب الضمير أو زي ما الأجانب بيسموه Guilt Free Play ثالث خطر من أخطار التصويف وده يعتبر أكبر وأهم واحد فيهم قلنا إن حافظ الخوف بيظهر بعد فترة من التسويف ويساعدنا ننجز العمل ولو حتى بجودة قليلة لكن فيه مشكلة كبيرة في حافظ الخوف غير إنه بيظهر متأخر المشكلة إنه ما بيظهرش أصلا في الأعمال اللي ما فيهاش Deadline أو ما بيكونش عليك فيها رقيب أو يكون لها عواقب وخيمة قريبة الأجل من حاجات زي عمل مشروع جانبي يزود دخلك أو يحرارك من قيد الوظيفة أو زي الإطلاع على الكتب والكرسات المفيدة لتطوير نفسك ومهاراتك أو زي ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك الحاجات دي ملهاش مع التسليم ما فيهاش Deadline مفيش مدير يعنفك أو يخصم لك لما عملتهاش وبالتالي حافظ الخوف هنا مش هيظهر أصلا وهتفضل تصوب فيها بشكل مستمر ومش هتبدأ فيها أبدا وفي الواقع الحاجات دي عادة بتكون هي الأهم على المدى البعيد وهي اللي بتحدد مدى نجاحك وشكل حياتك في المستقبل ودي بيين لك الخطورة الحقيقية لمشكلة التسويف ومدى ضرورة العمل عليها وعلى حلها مهما تطلبت من وقت ومجهود رابع وآخر فكرة معنا النهاردة تحت عنوان حل مشكلة التسويف في حلول كتير مكترحة لمشكلة التسويف لكن ما فيش من ضمن الحلول دي حل سحري يحولك في وقت قصير من شخص بيسوف معظم أعماله ولو شخص مش بيسوف خالص توقع إن أي حل هيتطلب مجهود ومحاولات متكررة عشان تتحسن بشكل تدريجي لحد ما توصل لدرجة مرضية من القدرة على مواجهة التسويف وتفادي مخاطره أحياناً الحلول الكتير بتسبب الحيرة اللي ممكن في حد ذات هتكون سبب من أسباب التسويف لذلك أنا أكتفي بنقطتين بس واحدة نفسية وواحدة عملية ونخلي الحلول الأخرى إن شاء الله في الكتب القادم أول نقطة الوعي بطبيعة المشكلة وأبعدها يعني إيه؟ يعني تبقى عارف وفاهم عدة نقاط إحنا شرحناها بالفعل في كلامنا هفكرك بيها باختصار واحد التسويف سبب الرغبة في وجود عائد فوري والرغبة في تجنب الألم وإن الألم عادة بيكون في أعلى مقدار له في البداية وبمجرد ما تبدأ العمل بيبدأ يقل لحد ما يختفي اثنين التسويف ظلم كبير لنفسك لأنه بيخلق إنتاجك أقل كتير من قدراتك وإحرمك من نجاح أنت عندك المعرفة والمهارات اللي تمكنك من تحييه ثلاثة التسويف مش بس بيفسد العمل ده كمان بيفسد عليك أوقات الراحة والتسليم أربعة إن خطرة التسويف الحقيقة في الأمور اللي ما يكونش عندك فيها رقيب أو معاة تسليم أو خسارة قريبة الأجل ده بالنسبة لأول نقطة تاني نقطة هي قاعدة اسمها قاعدة العشر دقائق 10 minutes rule هو تكنيك بسيط جدا لكن قوته في إنه بيساعدك على مواجهة مسببات التسويف المختلفة الطريقة البساطة هي إنك تزبط تايمير على موبايلت لمدة عشر دقائق وتبدأ شغل على الشيء اللي أنت بتتجنبه لحد انتهاء الوقت الفكرة هنا إنك بتقول لنفسك بوضوح إن كل المطلوب منك هو الشغل لمدة عشر دقائق فقط مش مطلوب منك تخلص مهمة معينة أو قدر معين من الشغل مش مطلوب منك إنك تؤدي أداء رائع في العشر دقائق دول كل المطلوب إنك تشتغل لمدة عشر دقائق فقط لو العمل اللي بتتجنبه تقل جدا على نفسك ممكن تخليه خمس دقائق وبعد ما تنتهي المدة تقدر تقوم تتحرك شوية تروح البلكونة وبعد ما ترجع تقدر تصبط الطايمير مرة تانية وهكذا الطريقة دي لها عدة فوائد واحد إن هي بتكسر الحاجز النفسي لبدء العمل لأن مقدار الألم الناتج عن الشغل لمدة عشر دقائق أقلب كتير جدا من مقدار الألم الناتج عن إنجاز العمل كله وده طبعا بيخليك أقدر على مواجهته اثنين إنك كل ما المنبه بيرن بعد عشر دقائق هتحس بشعور إيجابي وده بشكل ما بيساعد في عملية الإشباع الفوري اللي تكلمنا عليهم ثلاثة إنك بعد ما تستخدم الأسلوب ده أكتر من مرة هتبدأ تحرز تقدم في الشغل المطلوب منك وبعد ما تحرز التقدم ده هتلاقي إن رغبتك في التصويف قلت بشكل كبير وتقدر تكمل المشروع بشكل عادي لأنك هتكون دخلت بالفعل في موض الشغل دي كانت الأفكار اللي اخترتها من الكتاب أتمنى أكون أحسنت اختيار الأفكار وشرحتها بشكل كويس لو حابب تحمل ملف بدئف صغير في ملخص كل الكلام اللي قلنا النهاردة في الفيديو هتلاقي اللينك في الدسكريبشن وطبعا كمان هتلاقي لينك الكتاب نفسه على أمازون أتمنى تكونوا استفدتوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعطوه بإليك سلام عليكم وشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله